في التعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من الضفة الغربية الصحافة الفلسطينية والسادة محمد القيق أهلا بكم إلى سدر الرافدين السادة محمد وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارة للأردن يعني يقول بأن بلاده تدعم حل الدولتين كيف ترى موقف القوى السياسية في فلسطين من الموقف الأمريكي؟ نعم الموقف الأمريكي نسف أصلا بإعلان دونالد ترامب عن أن القدس عاصمة أبدية للاحتلال الإسرائيلي ونقل السفارة للقدس المحتلة في الأيام القادمة هذا ينسف الدولتين التي يراها حتى فريق أوستر قام بتوقيع اتفاقية أوستر إلى حال الدولتين نعم يعني على الرغم من تصريح صائب عراقات بأن السلطة لن توافق على اتفاق تسوية في ظل الأوضاع الراهنة إلا أن المراقبين يرون بأن السلطة ليس لديها مساحة للرفض والقبول في موقفها الحالي إذن لن نتحدث عن حل الدولتين نتحدث عن حل دولتين برؤية جديدة أمريكية على عكس ما يشاع ليرى المشاهد الكريم أن حل الدولتين الذي يقال عنه منذ سنوات هو دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 مع القدس الشرقية عاصمة لهذه الدولة هذا يعني حل الدولتين أما حل دولتين يطرحه الأمريكان الآن يعني أن القدس شطبت من قاموس الحل وأيضا ملف غزة والضفة الغربية وملف العودة وحقوق اللاجئين وما هي العاصمة وشكل العاصمة التي لهذه الدولة والسيادة كل هذا يؤدي إلى أن ما يطرحه الأمريكان هو فقط استثمار إعلامي واستهلاك إعلامي لخطط أكبر من الطرحة الحقيقة نعم يعني أستاذ محمد في نفس السياق السلطة تعقد مجلسها الوطني بعيدا عن باقي القوى السياسية الفلسطينية هل برأيك أن هذه الجلسات وتفرض السلطة بالقرارات يفقدها ظهيرها الشعبي أما أن المجتمع الدوري لا يرى ممثلا للشعب الفلسطيني سوى السلطة التي إلى حد ما ترفض المصالحة وحل الدولتين الشعب الفلسطيني ليس بحاجة لرأي المجتمع الدولي بحقوقه فالشعب الفلسطيني يتمسك بحقوقه بكل ما لديه من قوى الآن المشهد وبكل اختصار الشعب عشرات الألاف في الشوارع وفي خطوط التماس وبالقرب من السياج وبالقرب من غزة هذا هو الشعب الذي يحقق مجلسه الوطني الفصائل الفلسطينية من الجهاد الإسلامي وحماس والجبهة الشعبية والأحرار والساعقة وفتح الطيار الإصلاحي وكل هذه الفصائل تنضم إلى خيار المقاومة والثبات ضد هذا المجلس الوطني الذي لا يعد إلا سوى اجتماعا فتحويا داخليا هذا ما يراه الشارع الفلسطيني الآن ولذلك نرى أن الشارع بعشرات الألاف وكذلك الرأي العام وكذلك أكوة فلسطينية منتخبة منذ العام 2006 وهي حماس لا تشارك في هذا المجلس الوطني نظرا لشكله وظروفه وزمانه لذا يرى بأن هذا المجلس الوطني لن يؤتي كله ولن يكون إلا فقط ديكورا على عكس ما يرده الشعب الفلسطيني الذي يقول كلمته الآن في الشارع وعلى الجدار العنصري في حدود غزة نعم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجلسة الافتتاحية المجلس الوطني بحديث عن المجلس الوطني قال بأنه لا سلامة دون القدس ولا دولة في غزة ولا دولة دون غزة كيف يمكن بلورة هذا الكلام مع ملف المصالحة المتوقف كما قال أيضا عباس منذ 11 عاما ملف المصالحة متوقف ملف العقوبات على غزة يزداد خنق غزة يزداد خنق الأسرق خنق أهل الشهداء يزداد التنصيق الأمني متواصل بشكل كبير جدا هذه الرؤية الأمنية فقط للقضية الفلسطينية أما الشعرات والخطابات كل هذا لن يؤتي أكله نحن نتحدث عن جريمة كبيرة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة القصة الخطيرة أستاذنا الكريم بأن هناك خلال أيام سيكون هناك السفارة الأمريكية في القدس المحتلة وقبل شهور كان هناك قرار ترامب فما يعد يجدي هذا التصريح وهذه الخطابات الرنانة الشعب الفلسطيني يريد واقعا ملموسا وحدة وطنية على خيار الثوابت والمقاومة التحام هؤلاء بالشعب الفلسطيني الذي هو الآن في الشوارع ومع فصائله وهذا المشهد الموجود حاليا في غزة يعبر عن الرأي العام الفلسطيني الذي يقول بأن الاحتلال يريد أن ينهج كل شيء حتى القدس وحتى المدن واللاجئين والعودة وغزة وبالتالي لم يعد وقت للحديث والمؤتمرات والمجالس والذيكورات الشكلية بقى وبحاجة إلى واقع ملموس نعم أستاذ محمد السفرة الأمريكية ستنقل إلى القدس كيف سيتم الرد على نقل السفرة الأمريكية في ظل الانفصال بين الفصائل وعدم وجود جبهة واحدة تمثل الشعب الفلسطيني للوقوف أمام هذه التحركات الأمريكية الصهيونية كان هناك قرارات عديدة من المجلس المركزي الذي عقد عقب قرار ترامب برئاسة الرئيس محمد عباس كان من ضمن هذه القرارات وقف التنسيق الأمني ووقف الخطوات الكثيرة مع الاحتلال الإسرائيلي لم يطبق منها أي شيء وبالتالي التمادي الإسرائيلي الآن على وقع تجاهل هذه القرارات من قبل من أصدرها أصلا يعطي الاحتلال مزيد من الوقاحة في التعامل مع القضية الفلسطينية أعزاؤك أن الشعب الفلسطيني وفصائله الآن يذهبون باتجاه خيار التوحد نحو المقاومة لا يوجد انقسام في الشعب الفلسطيني يعني معادلة الانقسام باتت خلف ظهور الشعب الفلسطيني لأن الانقسام يعني اختلاف على رأي الآن يحدث معادلة خطيرة أن القدس تهدر والقدس تضيع ويراد فقط التمكين لحكومة الضفة بمقاومة غزة وتسليم السلاح وهذا أمر بات في الخيال وبات من العجب أن يتحدث عنه السياسية فلسطينية الواقع الآن يقول بأن المقاومة والثوابت والشعب كلها مع الفصائل متوحدة نحو مواجهة قرار ترامب فأي تصريحات لا تصب في هذا الخيار يبدو أنها ستكون ضعيفة وستكون ركيكة بقدر أيضا ما ستضعف الشارع الفلسطيني بشكل عام نعم الأستاذ محمد القيق الصحفي الفلسطيني كنت معنا عبر اسكايب النظيفة الغربية شكرا جزيلا لك